السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جميعا على حضور هذه الجلسة إن شاء الله أقدم لكم جلسة تعريفية عن برنامج البناء المستدام تحديدا خدمة تقييم الاستدامة بالإضافة لأحد المبادرات الحديثة التي هي مبادرة أجود كما شاهدتم في الإعلان مبدعيا طبعا أولا أحب أشكر السادة القائمين على تسهيل هذه الجلسة السادة غرفة الرياض اللجنة العقارية واسمحوا لي بالنيابة عن الشركة الوطنية الإسكان متمثلا بخدمة تقييم الاستدامة ضمن أحد خدمات البناء المستدام لتقديم خدمة تقييم الاستدامة طبعا بشكل عام يعتبر البناء المستدام هو أحد البرامج المبثقة من برنامج الإسكان ويشغله في الوقت الراهن كطاع الحلول بالشركة الوطنية للإسكان بشكل عام يهدف البناء المستدام إلى تقديم أو خلينا نقول عمل معايير أو تحقيق معايير الاستدامة في البنية التحتية والأبنية السكنية والتجارية والمجتمعات أيضا تحت معايير دولية متعلقة بالاستدامة وكود البناء الأخضر لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تعريف بسيط لنظام مستدام هو نظام سعودي يمكن مالك العقار والمطور العقاري من قياس مدى استدامة المباني يعني هو يساهم في قياس المساهمات المستدامة في الأصول العقارية بشكل كبير عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى أو المجتمع والزيادة من العمر الافتراضي وتحسن جودة الحياة وتقلل التكلفة التشغيلية وأضرار مخلفات البناء والمواد وأبرز ممارسات الاستدامة على البيئة طبعاً مما لا يخفى على الجميع لما نتكلم عن الاستدامة هناك ما يسمى بالثلاثة ركائز الاستدامة ألا وهي البيئة يعني كيف نحافظ على البيئة وكيف نقلل على الأثر على البيئة الشق الثاني هو الاقتصاد قديش نحافظ على الأصول العقارية وقديش نقلل استهلاك المياه واستهلاك الطاقة في هذه الأصول العقارية وتعزيز النمو الاقتصادي والمجتمع من ناحية حياة يومية أفضل وجودة حياة لكافة المجتمع طبعاً نقسم نظام مستدام إلى ثلاثة أقسام رئيسية القسم الأول هو نظام مستدام السكني ويستطيع الامتثال له كافة الأبنية المصنفة حسب كود البناء السعودي كمبنى سكن أيضاً نظام مستدام التجاري ويقصد بالتجاري أي مباني تعليمية مباني المكاتب المباني الحكومية متاجر التجزئة مراكز الصحة فهي أكثر شمولاً خلينا نقول لأكبر قدر من استخدامات المباني أو إشغالات المباني إن صح القول والنوع الثالث من أنواع مستدام هو مستدام للمجتمعات ويهدف بشكل كبير لتطبيق الاستدامة على صعيد المخططات العقارية سواء كمجتمع سكني أو مجتمع متعدد الاستخدامات وبه العديد من الاستعمالات أو الإشغالات حسب كود البناء السعودي طبعاً كافة هذه الأنواع سواء مستدام السكن مستدام التجاري أو مستدام المجتمعات يمكن تطبيقها على المشاريع الجديدة التي تحت الإنشاء والمشاريع القائمة الفعلية لتحسين جودة الحياة بهذه المشاريع طبعاً في البداية نستعرض نظام مستدام السكني الشيء الجميل في نظام مستدام هو يقوم بخياس أثر الاستدامة على المبنى السكني من خلال تحقيق عدة نقاط تبدأ من الحد الأدنى لتطبيق الاستدامة بمستدام الدرجة الأخضر بعد ذلك يكون فريق المشروع يحصد العديد من النقاط حتى يرتقي لمستدام برونزي، فضي، ذهبي وألماسي تنتهي بنهاية المطاف بحصول الوحدة على شهادة الاستدامة وتعليم المبنى بمعلم واضح يؤكد على حصوله على الشهادة هذه هي أبرز المعايير الإلزامية لتطبيق نظام مستدام وهي معايير هندسية متعارف عليها دولياً نبدأ من أول معيار أو خلينا نقول فئة معيار هي استدامة الموقع قديش إحنا نأخذ الاعتبارات المستدامة في الموقع من ناحية أعزكم الله إدارة مياه الصرف الصحي ومياه الفيضانات ما تكون الوحدات السكنية متواجدة في مناطق متعلقة بالفيضانات زي ما نشوف يعني في بعض الأحيان لا سمح الله مخاطر الفيضانات قد تؤثر على الأصول والممتلكات الشرط الثاني أو خلينا نقول المعيار الإلزامي الثاني هو الدراسات البيئية واللي أعتقد كافة الممارسات المستدامة تؤكد على ذلك أيضا فيما يخص الطاقة المبنى المستدام أعلى من ناحية أقل استهلاك للطاقة وأعلى في كفاءة الطاقة لقاء أي مبنى نظير له بنفس الحجم أيضا فكرة التشغيل التجريبي أو الجهوزية للمبنى فنشوفها أحد الأمور الهامة لتشغيل الطاقة في المبنى أيضا فيما يخص المياه التحقق من توفير وترشيد المياه بداخل الوحدة العقارية أو بخارجها وباستطاعتنا عن طريق مستدام أو مهندس المعتمد لدى مستدام قياس الأثر لقاء صرف المياه في هذه الوحدة العقارية أيضا فيما يخص الصحة والراحة من ضمن الأمور اللي يهتم بها نظام مستدام تطبيق أعلى معايير جودة الحياة لذلك الصحة والراحة بداخل المنشآت أو بخارجها تعتبر شرط ومعيار إلزامي تحقيق نظام مستدام أيضا فيما يخص التعليم والابتكار من الجميل أن مهندسين مستدام يقوموا بتثقيف كافة المجتمع عن الممارسات اللي هم بيقوموا فيها في المشاريع الحاصلة على الشهادة أيضا فيما يخص السياسات والإدارة والصيانة كيف نجهز الممارسات السليمة لزملائنا مدراء المرافق لأن تكون أسهل بكثير في المرحلة اللاحقة لتشغيل المبنى وتقليل العب على ذلك طبعا هذه الشريحة تستعرض كافة معايير مستدام يعني عندنا استدامة الموقع وسائل النقل والربط الشبكي أي أنه حسب نظام مستدام أو حسب الموقع الجغرافي لقطعة الأرض أو خلينا نقول للعقار وللأصل بإمكانه يحصد نقاط بناء على قربه من محطة المترو مثلا أو توفير مثلا الترند الجديد اللي هو وسائل خلينا نقول السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة فكل هذه قد تكون أحد الاحتياجات المستقبلية للمجتمع خلينا نقول على نطاق الوحدة السكنية نظام مستدام يكافع على هذه الممارسات على هيئة حصد نقاط كما هو معمول به بأي نظام تقييم استدامة عالمي أيضا فيما يخص المنطقة والثقافة نظام مستدام يكافع فيما يخص المنطقة والثقافة إذا كان مثلا بنستخدم الطراج السلماني أو بنستخدم طراج له علاقة بإرثنا وثقافتنا في المملكة العربية السعودية التي تزخر بالعديد من المحتوى الزاخر بالثقافة العامرة أيضا فيما يخص الاهتمامات لبعض المناطق فنشوف في بعض المناطق في المملكة العربية السعودية طبعا كود البناء السعودي قسم المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة مناطق حسب الكود لكل منطقة منها يتم مكافأة بناء على تحقيق بعض المعايير أيضا فيما يخص الطاقة سبق أنه تحدثنا عنها في المعايير الألزامية فبإمكان المشروع أيضا لو استخدم مثلا وسائل خلينا نقول الطاقة المتجددة أو توليد الطاقة عن طريق وسائل متجددة فبإمكانه يقلل من تكلفة استهلاك الطاقة بالإضافة أيضا لحص نقاط حسب نظام مستدام نفس الشيء فيما يخص المياه نحن عندنا الشروط الألزامية بالإضافة إلى ذلك قد يلجأ بعض خلينا نقول ملاك العقارات إلى استخدام المياه لمعاد تدويرها فيما يساهم في تقليل خلينا نقول الهدر في مورد المياه الغالعة هنا في المملكة العربية السعودية أيضا فيما يخص الصحة والراحة زي ما أنتم شايفين هي تعتبر يوجد العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والراحة وتمثل جوزة الحياة سواء بداخل الوحدة العقارية أم بخارجها فيما يخص المواد والمخلفات دائما أنظمة الاستدامة أو تقييم الاستدامة تؤكد على أعمال الإنشاءات والاستدامة خلال أعمال الإنشاءات والمواد المعاد تدويرها المواد المحلية ونحوها فيما يخص تعليم والابتكار تأكيد على مبادئ الابتكار في حال أن المشروع أو مصمم المشروع قدم حلول مبتكرة بإمكانه حص العديد من النقاط وفق لنظام مستدام السكني أيضا قياسا على ذلك فيما يخص السياسات والإدارة والصيانة نظام مستدام يؤكد على المرحلة التالية من خلينا نقول احنا في البداية عندنا تصميم المبنى ثم تشييد المبنى بعد ذلك مرحلة التشغيل فكيف نسهل عملية التشغيل على مدراء المرافق من ناحية السياسات والأمور متعلقة بالإدارة والصيانة المتلى طبعا ننتقل للشق الثاني وهو يتشابه بشكل كبير مع نظام مستدام السكني ألا وهو مستدام التجاري ونعرف نظام مستدام التجاري بأنه يشمل المباني التعليمية أو مباني المكاتب والمباني التجارية المباني الحكومية أيضا متاجر التجزعة المطاعم مراكز الصحة المخازن المستودعات وأماكن الضيافة بل وأيضا نستطيع تقييم مدى استدامة الممارسات المثلة في المساجد أيضا من ناحية توفير الطاقة وتوفير المياه وهذا يشكل عبء هام جدا هذا يشكل تقليل للعبء المتعلق بتشغيل هذه المرافق الهامة لمدننا بشكل كبير طبعا تستعرض هذا الشريح الدرجات المتعلقة بنظام مستدام التجاري هو ليس حصرا فقط للمباني السكنية فقط بل أيضا بإمكاننا تطبيقه أيضا على أي مبنى تجاري بمعنى أي مبنى قد يتخيله الحضور قابل للقياس من خلال نظام مستدام بإمكان أي مبنى الفضوع لشهادة مستدام وتحقيق الأثر المستدام لقاء الممارسات المثلة زي ما احنا شايفين الشريحة هذه تستعرض بدرجات النقاط تبدأ من 25 45 نقطة 65 نقطة ثم 85 للذهبي والماسي أكثر من 105 تستعرض هذه الشريحة هي المعايير الإلزامية الخاصة بنظام مستدام التجاري وهي مشابهة بشكل كبير لنظام مستدام السكني فنشوفها تركز على استدامة الموقع الطاقة المياه الصحة والراحة المواد والنفايات والمخلفات التعليم والابتكار السياسات والإدارة والصيانة طبعا في هذه الشريحة تسهب بشكل دقيق عن ما هي المعايير الخاصة بنظام مستدام فنشوف مثلا في استدامة الموقع مثلا إدارة المياه والفيضانات والصرف الصحي عزكم الله فهذا شر ومطلب أساسي لأي مبنى مستدام لكي لا يتأثر بالفيضانات لا سمح الله التقييم البيئي وحماية الحياة الفطرية يعني قبيل الشروع بأي مشروع لابد من فريق المشروع يقوم بالمسح البيئي والدراسات البيئية المتوافقة مع الاشتراطات المعمول بها أيضا مثل ما نشوف فيما يخص استدامة الموقع يعني بنركز على مسألة إدارة مياه الصرف الصحي التقييم البيئي للحياة الفطرية إدارة البيئة فيما يخص تعزيز النظام البيئي تأثير الجزر الحرارية وهو مبدأ يعني يؤكد عليه نظام مستدام لتقليل من ذلك التلوث الضوئي الأراضي المطورة مسبقا يعني نظام مستدام يكافئ إذا كانت قطعة الأرض مثلا قد تم إشغالها سابقا أو خلينا نقول بمنطقة صناعية سابقة لكن يتم تأهيلها فهذه من الأشياء ليكافئ عليها نظام مستدام أيضا فيما يخص وسائل النقل والربط الشبكي كيف نحفز على توافر سبل النقل المستدام بالقرب من الوحدة العقارية فيما يخص المنطقة والثقافة أيضا فيما يخص المحتوى المحلي في حال تم استخدام محتوى محلي من المواد المحلية نظام مستدام أيضا يكافئ بناء على ذلك أيضا التراث المحلي التصميم المحلي مثلا الطراز السلماني وغيرها من الطرازات الهامة جدا اللي لها علاقة بإرثنا ومجتمعنا يكافئ عليه نظام مستدام فيما يخص الحاضينات المحلية هذه أحد المعايير الهامة جدا في نظام مستدام التجاري نتخيى زي المبنى هذا اللي احنا فيه لو هو مثلا حابب يحقق النقطة هذه فبيخصص منطقة للتأجير اللي شريحة هامة علينا اللي هم الستارتاب أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ففكر قديش نظام مستدام أيضا يعني يؤكد على دعم الاقتصاد المحلي بما في حكمه اللي هو المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا فيما يخص الطاقة نظام مستدام يؤكد على أداء الطاقة بحيث يكون المبنى التجاري أعلى من ناحية كفاءة الطاقة بالمقابل لأي مبنى نظير له بنفس الحجم بنفس الحجم بشكل كبير أيضا فيما يخص قياس استهلاك الطاقة بإمكان المباني الخاضع لنظام مستدام أنه يتم قياس الطاقة بشكل دوري لمعرفة ما هي خلينا نقول الخلل اللي قد يبدر في استهلاك الطاقة المفرط في بعض الأنظمة أيضا فيما يخص الأجهزة الموفرة الطاقة نظام مستدام يكافئ في حال تم الامتثال للأجهزة الموفرة الطاقة أما فيما يخص المياه نؤكد على أهمية المياه بداخل الوحدة وبخارجها أيضا زي ما أنتم شايفين أيضا مرة أخرى بنشوف اللي هو الصحة والراحة يعتبر يعني العديد من المعايير طبق لنظام مستدام يمكن للمشروع أنه يحصد فيها العديد من النقاط لهدف الارتقاء مثلا في الدرجة مثلا للذهاب للدرجة الألماسية أو للدرجة الذهبية مثلا فيما يخص المواد والنفايات المواد دائما تعتبر أحد أهم الموارد في حال تقنين استخدام بعض المواد أو خلينا نقول استخدام المواد المستدامة فأحنا بنسعى لأفضل الممارسات المستدامة أيضا فيما يخص السياسات والإدارة والصيانة أحنا بنسهل العقبات الخاصة بالتشغيل مستقبلا على فريق الصيانة من ناحية أفضل الممارسات المتعلقة بالإدارة والصيانة طبعا هنا آخر نوع من أنواع مستدام اللي هو مستدام للمجتمعات ويستهدف بشكل عام لتقييم استدامة البناء في المجتمعات أو خلينا نقول المخططات العقارية أو الأحياء الجديدة سواء القائمة أو المتعددة في الاستخدامات اللي يكون فيها سكني وغيرها من الاستخدامات طبعا هذه هي جدولة النقاط تبدأ من 20 نقطة وهو الحد الأدنى لتطبيق نظام مستدام طبعا الشيء الحلو في نظام مستدام في حال تم تحقيق الشروط الإلزامية عن نظام مستدام بإمكان الوحدة العقارية الحصول على درجة مستدام الأخضر كل 15 نقطة بإمكان الوحدة العقارية أو المجتمع حص العديد من النقاط والارتقاء في درجة أخرى مستدام برونزي، فضي، ذهبي، ألماسي 80 نقطة فأعلى طبعا هذه هي المعايير الإلزامية وتوثل حد الأدنى لتطبيق نظام مستدام المجتمعات ونشوف جزء منها متعلق بالموقع قديش مثلا الموقع متعلق مثلا أو تم ربطه بالبنية التحتية فنعالج بالمخططات أو أحياء الخاضع للنظام مستدام مسألة أنه مثلا أنا بسكن في بيتي لكن تجي الحفريات قدام البيت عشان تربط بعض خدمات فلما أكون أنا ساكن في مجتمع مثلا مربوط بالمياه بالطاقة بالإنترنت بالشبكة الهاتف الجوال إذن يعتبر أعلى معايير جودة الحياة أيضا فيما يخص إدارة مياه الأمطار قديش إحنا بنقيس أو خلينا نخصص الدراسات الهيدرولوجية اللي تقلل من أثر لا سمح الله هطول أمطار أكثر من المعتاد بالرجوع للدراسات الهيدرولوجية فيما يخص حماية النظام البيئي هو كيف إحنا نحافظ على بعض خلينا نقول الأصول البيئية طرعا الأصول البيئية ليست فقط نباتات بل قد تكون حيوانات مهددة بالانقراض وتعتبر جزء لا يتجزأ من الحيوانات لها علاقة بالمملكة العربية السعودية من ناحية لا تتواجد إلا في المملكة العربية السعودية فيحضرني أنه في بعض المشاريع كانت الدراسة البيئية تؤكد على وجود مواطن لبعض الحيوانات المشارفة على الانقراض تم نقلها بطريقة سليمة للامتثال لنظام مستدام أيضا فيما يخص جودة الحياة المجتمعية أعفوا في الربط المجتمعي كيف نوفر يعني ما شاء الله نحن اليوم نشوف متر الرياض نشوف أيضا النقل العام في كافة مدن المملكة الرئيسية يعني وين ما بروح في المملكة العربية السعودية بحصل شبكات النقل العام التي تدعمني الانتقال من منطقة إلى منطقة أخرى فأنا لما يكون عقاري متوافر في خدمة النقل العام أنا أقلل استهلاك السيارة أقلل مشكلة الزحام التي يعاني منها البعض فكل ما كان هذا المجتمع مربوط فيما يخص النقل العام أو ضمن نطاق شبكة النقل العام سواء الحالية أو المستقبلية نظام مستدامي وكافأ بناء على ذلك أيضا فيما يخص مسألة مواقف السيارات الكثير مننا يشتكي من مواقف السيارات فطبقا لنظام مستدامي تعتبر معيار إلزامي في نظام مستدامي للمجتمعات للتحقق وفق المتطلبات الرئيسية لعدد المواقف في المجتمع أيضا فيما يخص جهودة الحياة المجتمعية نرى دائما أدلة مستدام أول صفحة أو أول صفحة من دليل مستدام يؤكد أنه كيف استنبطنا هذه المعايير كانت متجزعة أو تجذرت من ركائز الرؤية الثلاث فجزء منها مثلا مجتمع حيوي فكيف نقلل الأمراض المزمنة عن طريق مجتمعات يكون فيها ومسطحات قابلة للمشي وتساعدنا على ممارسة الرياضة تشجيع الرياضة المجتمعية وغيرها فوفق لنظام مستدام لا بد أن نوفر الراحة الحرارية في الأماكن الخارجية بحكم أجواءنا الحارة نسبيا أيضا فيما يخص المجتمعات النشطة كيف نقدم لهم؟ دعنا نقول سواء الأماكن الرياضة الداخلية الاندور ولا الاوتدور سواء لممارسة الرياضة في هذه المناطق التي تؤكد على المجتمعات النشطة فيما يخص الأقليم والثقافة أيضا حسب نظام مستدام إذا كان المجتمع يحوي مناطق مثلا زي القاعة هذه اللي نحن فيها نقدر نحط فيها دورات تعليمية نقدر نحط فيها فعاليات هامة جدا وتعتبر نوع من الاستثمار في حال لما يكون فيه أماكن تجمع عامة تساعد المجتمع على تعزيز ترابط الاجتماعي أو خلينا نقول على التعليم على استثمار في هذا المجال فنظام مستدام يصادق على هذه الممارسة أيضا فيما يخص التعليم والابتكار اللي هو إنشاء خلينا نقول وثيقة توضح كيفية حصولها على شهادة مستدام وبنشوفها حاضرة في كافة خلينا نقول أدلة مستدام وهو مستند لابد على المهندس المعتمد وفق لنظام مستدام من قيام بذلك فيما يخص الطاقة قياس استهلاك الطاقة والتحقق من استهلاك الطاقة في المجتمع المياه كياس استهلاك المياه وكفاءة استهلاك المياه الإدارات وعملية التشغيل من الأمور الهامة هو عقد التشغيل التجريبي أو تهيئة الأنظمة للحد من المشكلات اللي ممكن تسبب اللي هو عدم الرضا مثلا مع المقاول التشغيل أو الاستلام الغير سليم لإكتمال الأعمال فاحنا بنشوف دائما لما ننتهي من خلينا نقول من أعمال خلينا نقول المقاول ينتهي من أعماله في حال التسليم السليم لهذه الأعمال يقل خلينا نقول تقل الشكاوي أو تقل خلينا نقول فشل بعض الأنظمة لكن في حال التسليم بطريقة سيئة لإكتمال الأعمال ممكن يؤدي إلى فشل بعض الأنظمة أو طلب استدعاء المقاول مرة أخرى فدائما تشغيل التجريبي للبنية التحتية يحميني من الفشل اللي ممكن يطرأ في أنظمة المجتمع أيضا النظام مستدام يؤكد على إدارة النفايات في مرحلة التشغيل وتسهيل عملية تشغيل المجتمعات مستقبلا على فريق الصيانة والتشغيل طبعا هذه الشريحة تستعرض كافة معايير نظام مستدام طبعا أي شيء معلم باللون الأزرق هو اللي شفناه في الشريحة السابقة يعني بشكل سابق معدى ذلك هي معايير إضافية بإمكان المشروع حصد العديد من النقاط للارتقاء في درجة خلينا نقول الشهادة آلية العمل في نظام مستدام كيف أنا أقدم على مستدام أو كيف أتحصل على خدمة مستدام طبعا تبدأ من الشرطة الأول هو تعيين مهندس معتمد طبعا المعهد السعودي العقاري مشكورا يقوم بتأهيل المهندسين المعتمدين ومن خلال تعيين مهندس معتمد ضمن فريق المشروع بإمكانه دراسة المشروع والامتثال لشروط مستدام وبشكل عام نعرف المهندس المعتمد هو مهندس حاصل على شهادة تقييم الاستدامة قد يكون تابع لنفس الجهة أو جزء لا يتجزع من الفريق الفني المشروع أو قد يكون طرف ثالث أو مكتب هندسي أو جزء من فريق المقاون أيضا الخطوة رقم اثنين هو تقديم وثائق المشروع الهندسية والامتثال وفق لنظام مستدام في الخطوة رقم واحد بيكون المهندس مدرب كيفية توثيق المشروع للامتثال أو للحصول على نظام مستدام بعد ذلك يتم تسليم كافة الملفات المتعلقة بالحصول على تقييم الاستدامة في نظام مستدام نحن ندرسها على مدى 21 يوم عمل بعد ذلك تطلع النتيجة بالقبول أو بالرفض لبعض العناصر وعلى المهندس المعتمد المصادقة أو خلينا نقول الامتثال للملاحظات التي تطرأ بناء على عملية المراجعة من قبلنا طبعا تنتهي أو خلينا نقول الخطوات بحصول الوحدة على مرحلة التصميم شهادة امتثال التصميم بنشوف هنا أحد العينات اللي هي شهادة فندق تيرتل بي هو أول فندق حصل على شهادة نظام مستدام وهو أحد المشاريع الخاصة به مشروع البحر الأحمر أيضا نادي الشاطئ وهو أحد المشاريع الخاصة بالبحر الأحمر كلاهما حصلوا على درجة مستدام الألماسي طبعا تستعرض هذه الشريحة أبرز الإحصاءات اللي توصلنا لها حاليا الشيء الجميل أن نظام مستدام بدأ من عام 2018 تقريبا حاليا يوجد ما قرابته 1622 وحدة سكنية سواء خاضعة لمرحة التصميم أو حاصلة بشكل كلي على الشهادة الكلية لظام مستدام وتمثل ما إجمالي مساحة أكثر من 857 متر مربع لأكثر من 11 مشروع سكني سواء مجمع سكني فيه العديد من الوحدات أو وحدة سكنية واحدة أيضا فيما يخص نظام مستدام التجاري يوجد أكثر حتى هذه اللحظة أكثر من 10 مشاريع سواء خاضعة لي هي مسجلة بشكل كلي سواء خاضعة لي أو حصلت على شهادة التصميم أو ضمن عملية البروسيس أو خلينا نقول إجراءات للحصول على الشهادة وتشكل ما قرابته 43 مبنى بإجمالي مساحة 514 متر مربع فيما يخص المجتمعات وتحمل نصيب الأسد لأن نطاق المجتمعات عندنا يعرف في مستدام بأنه يبدأ من 200 ألف متر مربع وحتى مليون متر مربع إذا زاد المجتمع عن المساحة هذه بإمكان فريق المشروع تجزئة مجتمعهم إلى عدة مجتمعات للامتثال لنظام مستدام طبعا الشيء الجميل أنه تم تحقيق طبقا للامتثال لنظام مستدام رفعا حجم المسطحات الخضراء في المجتمعات الخاضعة لنظام مستدام فوصلت إلى أكثر من 7 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء فيما يخص المجتمعات أيضا بعض المجتمعات طبقت سواء في مرحل التصميم أو لا زالت في عملية الحصول على الشهادة طبقت مسارات آمنة للدراجات الهوائية لأكثر من 7 كيلو متر من المسارات الآمنة لكشبكة دراجات الهوائية أيضا يوجد حتى هذه اللحظة أكثر من 700 مهندس معتمد موجودين في السوق يعني زملائنا مدربين من المعهد العقاري وتم عقد أكثر من 20 دورة لنظام مستدام طبقا للمعهد العقاري طبعا ممكن أحد يسأل ما هي القيمة المضافة أو خلينا نقول ما هو الهدف لإجراء عملية أو خلينا نقول للحصول على الشهادة طبعا عندنا أحد المميزات لأي مشروع حاصل على نظام مستدام بإمكان أي مشروع فندقي حاصل على شهادة مستدام أن يقدم على أو خلينا نقول ياخذ عشر نقاط في معايير التصنيف الخاصة بالفنادق الخاصة بوزارة السياحة يعني أنت لو عندك مبنى فندقي وقمت بإجراء الحصول على شهادة مستدام بإمكانك رفع التصنيف عن طريق حصد أكثر من قرابة العشر نقاط في نظام التصنيف الخاص بوزارة السياحة أيضا تقليل من هدر المياه والتحفيز على تدوير المياه رفع كفاءة الإدارة والتشغيل في المباني وتقليل الهدر أيضا تعزيز المشهد الحضري نشوف دائما التشوه البصري نشوف دائما مسألة هل المجتمع ملائم للمشاه ولا ملائم للدراجات الهوائية فدائما لما يتم الامتثال للاشتراطات التي يضعها نظام مستدام بيساعد من رفع جودة الحياة منح أولوية المطور الحاصل على الشهادة طبعا هذه أحد النقاط التي تعتبر ميزة إضافية للمشاريع الحاصلة لنظام مستدام أن أي مطور عقاري حاصل على شهادة مستدام بإمكانه حصد أولوية في نظام تأهيل أو في نظام قائمة المطورين العقاريين المطورة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أيضا فيما يخص كفاءة استهلاك الطاقة العائد الاستثماري المريح من خلال تقليل العبء فيما يخص الطاقة والمياه تعزيز صحة الإنسان وجودة الحياة بشكل كبير والتقليل والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق للممارسات المستدامة طبعا هذه هي أبرز الشراكات الحالية والتي نطمح صراحة لزيادة عدد الشراكات يعني عندنا اللي هو مثلا وزارة السياحة من خلال نظام تصنيف الفنادق أكدوا على نظام تصنيف الفنادق في أي مبنى فندقي يحصل على نظام مستدام بإمكانه حصد نقاط ورفع درجة التصنيف الخاصة به أيضا فيما يخص وزارة التجارة صندوق التنمية السياحي وزارة الرياضة تعتبر أول شريك حكومي يقدم للامتثال لشهادة مستدام أيضا فيما يخص مشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية شركة أرامكو السعودية أو شركة الزيتة عربية من السباقة في تحقيق نظام مستدام ولها العديد من المساهمات في المباني والمجتمعات المستدامة أيضا المجلس العالمي للأبنية الخضراء وسنشرح ما علاقتنا بالمجلس العالمي للأبنية الخضراء في الشرائح القادمة أيضا فيما يخص إثراء وهو أحد المشاريع التابعة لأرامكو وحصل على شهادة مستدام مجتمعات روشن شركة جدة للتطوير شركة البحر الأحمر المسار الرياضي أمالا سبارك شركة السعودي داونتاون رؤى المدينة من أول المجتمعات الحاصلة على نظام مستدام شركة المربع الجديد وقعت شراكة جديدة معنا للامتثال لنظام مستدام أيضا على صعيد المطورين العقاريين هي ليست حصرا فقط على المشاريع الضخمة أو الجيجا بروجيكتس في السعودية بل أيضا بنشوف مثلا زي شركة صفا ممتثلة لنظام مستدام وعندهم عقارات تحت عملية الريفيو أو الحصول على الشهادة أيضا شركة محمد الحبيب العقاري طبعا الجميل فيما يخص مستدام نحن بدأنا في عام 2018 لكن الآن نتكلم اليوم تم الاعتراف الدولي في الممارسات الخاصة بشهادة مستدام من قبل عضوية المملكة يعني ممثل المملكة العربية السعودية لدى المجلس العالمي الأبناء الخضراء هو البناء المستدام يعني بنشوف مثلا نظام الليد الأمريكي هو مثلا دعنا نقول الـ USGBC أو المجلس العالمي المجلس الأمريكي الأبناء الخضراء هو الممثل فيما يخص الولايات المتحدة ففي كثير من التشابه ما بين مثلا نظام الليد العالمي ونظام مستدام فيما يخص استدامة المباني أيضا فيما يخص غريسب وهو المؤشر العالمي لاستدامة الأصول العقارية تم إدراج نظام مستدام كأحد الأنظمة اللي يصادق على خلينا نقول في حال حصول المحفظة العقارية على شهادة مستدام بإمكانه يكون مكافأة لنظام الليد العالمي وغيرها من الأنظمة العالمية نأتي للشقة الثاني من حديث اليوم اللي هو مبادرة أجود طبعا هي مبادرة ابتدت بالتشارك مع برنامج جودة الحياة أيضا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهدف منها طبعا هي مبادرة أطرقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طبقا لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة بهدف تحفيز المطورين العقاريين على تبني معايير جودة الحياة والاستدامة في المشاريع السكنية طبعا تغطي المشاريع السكنية والمشاريع المجتمعية بشكل عام وتقوم المبادرة بدعم المشاريع السكنية للحصول على الشهادة يعني أنت كمطور عقاري وترغب بالحصول على شهادة مستدام بإمكان برنامج أجود أو خلينا نقول مبادرة أجود دعمك للحصول على هذه الشهادة دعم وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل والمراجعة لطلبات خدمة تقييم استدامة عبر منصة البناء المستدام طبعا الأهداف من هذه المبادرة هي تقريبا خلق بيئة صحية ومستدامة تحفيز للمطور العقاري للامتثال لنظام مستدام تطبيق معايير جودة الحياة في أصولنا العقارية بشكل كبير تصنيف المشاريع وفقا لنظام تصنيف مشاريع التطوير العقاري ورفع درجة النقاط اللي احنا نعرف أنه تم إطلاق نظام تصنيف المطور العقاري من وزار الشؤون البلدية وقروية والإسكان فيله شقين الشق الأول شق مالي ويعنى بالملاء المالية للمطور العقاري الشق الثاني هو شق فني ومساهماتك في نظام مستدام يسمح برفع درجتك الفنية فيما يخص تحقيقك لشهادة نظام مستدام أيضا زيادة الجاذبية والتنافسية يعني بنشوف من الشغلات الجميلة اللي بيعملها خلينا نقول أصول الخاضعة لنظام مستدام أو اللي تحصل على شهادة الاستدامة أو شهادات مستدام يكون لها رغبة أو سهولة في عملية التسويق ففي نوع من الجاذبية والتنافسية في السوق من خلال الوحدات الحاصلة على الشهادة طبعا الشيء الجميل في نظام مستدام كافة أدلة مستدام موجودة وقابلة التنزيل طبعا اللي يرغب للاستفسار الـ QR اللي هناك بإمكانك تحصل لهو الإيميل والتواصل معنا في حال رغبتك للاستفادة سواء من خدمة تقييمة الاستدامة أو الاستفادة من مبادرة أجود فيما يخص مشروعكم العقاري شكرا لكم